في محافظة واسط ما يزال تدفق المتطوعين متواصلا على مراكز التدريب منذ يوم أمس بعد إعلان قيادة شرطة المحافظة فتح باب التطوع للانضمام إلى صفوف الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى التي يتوقع أن تشهد عملية موسعة لتخليصها من سيطرة مجميع داعش حيث سجلت مقرات وزارة الداخلية نحو 1500 متطوع من مختلف الأعمار لغاية ساعة إعداد هذا التقرير وفقا لمصادر مطلعة طبعا حبا والدفاع للوطن مو بس يعني أهل موصل وأهلاء من كل المحافظات يعني الموصل هو أحد من مناطق العراق فأحنا جايين يعني كل دفاعا ودحر للأرهاب وينما كان حبا للوطن طبعا لأجل الموصل عفت عائل ثاني الدفاعا للموصل وانطلع للأرهاب إن شاء الله بقوة وريد وطن موحد ماكو بين سن وشيحنا كنا قوان بعد التحقق من مستمسكاتهم الرسمية وإدراج أسمائهم في السجلات يصطف المتطوعون لحلاقة رؤوسهم وهي الخطوة الأولى لاعتمادهم رسميا في مقرات التدريب حيث سيخضعون لدورات مكثفة وسريعة العداد لحد الآن بدأت تزايد من يوم أمس إلى اليوم ما يقارب 1500 متطوع لا زال وسجلت أسمائهم بصورة رسمية وتم تقسيمهم على شكل مثل ما قلت لك أفواج وسراية وفصائل وننتظر الأوامر العسكرية إن شاء الله من القيادات العليا بالتوجه بهم إلى أي مكان يحتاجونهم نعتمد على الضباط وضباط الصف القدامة نعم تدريب المتطوعين والمشاركة معهم ذو القادرين وأن تكون القيادات العسكرية ذات خبرة وتجربة قادرة على قيادة القطاعات وكانت قيادة شرطة وسط عقدت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عدة لقاءات موسعة مع شيوخي ووجهاء العشائر لحجد الدعم الشعبي لقرارات مجلس الوزراء حول الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل مشيرة إلى أن المتطوعين لمحافظة نينوى سيتم استثناؤهم من شرطي العمر والتحصيل الدراسي الحجد الجماهير الواسع لمحافظة واسط بكل أطيافه من مشايخه ومثقفيه وطلابه ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين وبكافة مستوياته هو لإعلان التطوع والتهية للقتال دفاعا عن أرض العراق فيما يتواصل تدفق المتطوعين إلى مراكز التدريب في محافظة واسط يقول مسؤولون أمنيون أن المتطوعين سيقضعون لمراحل تدريب مسرعة من أجل التحاقهم بقواطع الخدمة العسكرية من مدينة الكوت أكرم الربيعي الحرة